ترأس سمو الشيخ مصور بن زايد الانهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار اجتماع مجلس إدارة الشركة في قصر الوطن في أبوظبي وأشهد سموه في بداية الاجتماع بالأداء القوي والنتائج المالية المتميزة التي حققت الشركة في ظل الظروف التي يشهدها الاقتصاد العالمي مؤكدا سموه ثقته التامة في قدرات قيادة وموظفي مبادلة على الاستمرار في تحقيق المزيد من الانجازات في المستقبل واعتمد المجلس خلال الاجتماع تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة للعام 2022 ووافق على استثمارات جديدة كما تم نقاش عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال حيث جرى اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها حضر الاجتماع سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل انهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي ترجمة نانسي قنقر